السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع الخط المنكسر بين الرسم والتوظيف إذن دعونا نبدأ أستحضر في حصة التربية التشكيلية أنجز المتعلمون الرسوم التالية ألون بالأصفر الخطوط المنحنية وبالأخضر الخطوط المستقيمة وبالأحمر الخطوط المنكسرة أوظف أولاً زار محمد دكان حدادة صحبة والده لصنع شباك حديدي لغرفته فطلب منه الحداد أن يرسم له مثالاً للزخرفة التي يحبذها أزخرف الشباك باستعمال خطوط منكسرة ثانياً أواصل الرسم مستعملاً المصطرة وقلم الرصاص ثم ألون حسب المثال أقيم أرسم مشهداً طبيعياً مستعملاً الخطوط المنحنية والخطوط المنكسرة أستعمل المصطرة والقلم لرسم الخطوط المنكسرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة